اشتركوا في القناة في تمام الساعة الثامنة على صارة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة النادي الأهلي طبعا بيواصل سلسلة انتصاراته الحقيقة في كل الجولات اللي فاتت ست جولات الحقيقة فوزنا بنتيجة مريحة جدا وهي 3-0 وزا ما تبعنا حضراتكم أكتر مباراة على شاشة قناة النادي الأهلي الحقيقة كابتل محمد بصالح ميدو بيعتمد في الفترة دي على الدفع بين ناشئين واللعابة الصغار لدرجة ان فيه لعابة عندهم 16 سنة شاركوا حتى في المباراة اللي فاتت وقدوا أداء جاي جدا كان منهم طبعا حمزة الصافي وزياد أسامة اللي شاركوا على فتراته وكان محمد طرق الصغير كمان شارك يعني مع الفرقة وكان موجود مع الفرقة في المباراة اللي فاتت يمكن ما شاركشه لكن كان موجود اللي أصدأ أقول انه دي استراتيجية النادي الأهلي بالذات في الكرة الطائرة كرة الطائرة عشان تحافظ على سلسلة الانتصارات أنا هنا بتكلم على انتصارات مش موسم واحد مواسم متتالية عشان يحافظ على سلسلة انتصارات كرة الطائرة سواء رجال أو سيدات مواسم متعددة ومتتالية لابد أن تكون هذه الاستراتيجية الاستراتيجية هيدفع بالصغار مع الكبار يعني لما نشوف النهاردة حمزة وزياد بلعبه جنب عبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح أكيد بيكتسبوا خبرات أكيد هيجي اليوم اللي هم هيرفعوا أو هم الكبار وهم النجوم هم الأساطير في الوقت ده أنا بالحاجة أو بالوضع ده قدر حافظ على سلسلة انتصاراتي سنين طويلة وهي ده كرة الطائرة صحبة الأرقام الكبيرة سواء الرجال أكتر من بيت انتصار وده يعني مسجل في موصولات جينس باسم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال وأيضا السيدات عندنا أكتر من 77 انتصار 76 احنا حققنا 77 انتصار يعني تخطينا الرقم المسجل في موصولات جينس إذن الكرة الطائرة تتحدى نفسها في النادي